نجعل الفيديو اللي صارت البارح واللي حكينا فيها على الولية اللي زادمت خلينا نقوله على المعلمة وعلى التلميذة البارح اللي نيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بالقيروين أذنت لمركز الأمن الوطني بالاسبيخة بالاحتفاظ بالمرأة اللي قامت بالاعتداء اللفظي والميدي على عدد من الإطار التربوي العامل بالمدرسة الابتدائية بالمكان بعد تقدم مدير المؤسسة بشكاية مباشرة أمام المركز المذكور وفق ما أفاد به الناطق باسم المحكمة أحمد القدري في تصريح لديوان أفام ولكن بعد ما سمعنا زيدة الأخبار للدولة أنه تم إيواء المرأة في مستشفى الأرازي ويقولوا أنه المرأة هذه معناها عندها خلينا نقوله عدم توازن عقلي هذا اللي أكدوا الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقيروين يقول أنه تقرير الفحص الطبي النفسي اللي تم إجراءه على الولية التي قامت بالاعتداء على الإطار التربوي من المدرسة الابتدائية بالجهة يأكد سلامة مدركها العقلية وأنها تتحمل كامل المسئولية القانونية وجزائية مشيرا إلا أن المتهمة ليس لديها ملفا طبيا قديما يفيد بمعانايتها من اثرابات نفسية في نفس الإطار فما استاتيو قاعد يدور يقول أنه هذا ينسب إلى أبنها ولكن للحظة هذه ما نعرفوش هل هو ابنها بالفعل أو لا وستاتيو اللي يرسب الابنة يقول فيه بربي وقفوا من البرتاج متاع الفيديو ورأي ديك أمي ولو تنجموا تحطوا في رويحكم في بقعتي معناها شنو النجم من نحس واختلي فيديو كيمان هكيكا قاعد يدور وتنسل كل برتاجي فيه فيديو فيرال والا اليوم في تولس والحكاية أخذت أبعاد كبيرة برشا لليوم نحكيه على مرأة حسب الناتق الرسمي باسم المحكمة يقول لك مرأة نفسيا لا بس عليهم معنا إحنا البراح سبيحكينا بالمنطقة ذي ومبعد في الليل مش نسورنا في التلفزة يا أخي في الأثناء وقت نسوره سمعنا بمئتين فيرسيون على أنه المرأة مختلة نفسيا دونك سورنا في التلفزة على سيسرنا مختلة نفسيا قمنا سبيح نلقى غير مختلة نفسيا فما حاجة ثابت خالينا يا أخي من اللي رابور حتى يحضروا ثبتوا فما من يقول لك يا أخي رابور في درج معناها باش تعرفوا مسؤول غير مسؤول كذا بعيد على هذا الكل فما ولدي نبعثوا يقرأ يزموا يقعدوا يرطوا روحوا عن سيكوريتي اللي يتخل مختل اللي يتخل غير مختل هذه النقطة للدولة والوزارة من الجموش يتملصوا منهم هذه مسؤوليتكم ولادنا غادي أنا أبعثها باش ترى معلم ومدير وسورفيو ما يدخل حتى غريب للقسم حاتم بالحاشة وهذه هي يمكن الأشكال الأكبر هو الأولياء عليش تفعلوا عليش ولاد فيرال خاطر العبيد الكل با سيفري خير مقبول اللي قامت به وما يزمهش تدخل غاديكا حتى كان عندها أزمة نفسية ولا ما عندش ما عندش أزمة نفسية راو سيبلوغراف كان عندها أزمة نفسية ولا يدخل بتاتر سيصوها يعرفوها لكن السيد المدير تقدم بشكوى جس بعد ما خرجت دونك اللي كان جاو يعرفوها كيف يمكن راهو كانت الطريقة مختلفة للتعامل مع القضايا هذية بينصور وعلى ذكي ولد فيرال وعلى ذكي العبيد اللي بارون كلهم حسوا رواحهم لأي إنسان عنده ولده في مدرسة عمومية ولا حتى مدرسة خاصة ينجم يصير زاد الشاي هذية ويصير حاجة أخرية في المدرسة الخاصة أما هذية ما يمنعش كونه اللعب ليه معناه ما ينجم حتى حد ما هو مؤهل بش يدخل للمدرسة ونعرفو الكويرث اللي يصير ووقت للناس ما هوم اجتبعين المدرسة يخرجوا فهما ناس نجم تدخل للمدرسة بش تبيعوا تشري الشايه ذاكه فهما ناس تعرف فرما بعد ساعات واحد يعمل عركة هو وزميله في العركة متاع ماركرياسيا يكلم خوه يجي ويجي طامر ما قدش من مرة واحد ضربوه هاي وقبول متاع حترويح غديك محمود شوف هذية فضحت مشكل عندها أربع وخمسة أبعاد لأنه في نفس المشكل في الفيديو هذا نقعوا خمسة مشاكل المشكل الأهم والأكبر هو سلامة المادية والمعنوية بتاع ولدات الصغار اللي يقرأوا غديكة واللي هي نقطة استفام كبيراً وفهمة منظف بركة موجود في المكتب معنى تهم ماذا لم كاتب الكل المكاتب الكل ودي ما هو البارح اللي النقابي وقال ذي منظف راو المنظف هو العساس ذي المنتعرف عليه المنظف هو العساس والبعد هذا هو البعد الأهم ولكن تخرج منها أبعاد أخرى وأبعاد مهمة زادة الأول بعد واللي ممكن يكان نتعطاو معاه بطريقة سليمة يجنبنا في المستقبل يجنبنا أنه نلقاو مثل هذه الأفعال تتكرر علاش؟ على خط المرأة ذيك عندها طفل والطفل راسين سورياليست في مخوهوة وبعد حل التالي فون يلقى تونس كاملة تحكي على أمه دوك إذا ما نلقفوه شك تفول صغيرة ذيك على بكري وتعملوا إحاطة نفسية رو بعد أربعة وخمسة سنين ردت الفاعل متاعه تنجم تكون مماثلة ومشابه ولو أسمع هكا تبدأ المشاكل المجتمع تبدأ تصلح فيه بشوية بشوية هذي قد انكام يعني ها انديفيدويل حاجة إي معاك أمنا اليوم نحكي على حاجة بين ذفرين الكلمة عبارة الأشياء المكروم يعني في الكبير مكاتبنا وأبنائنا وملايين الأطفال وليزا دوليسو اللي محتوطين اليوم عند الدولة وانا يدام الأمنة ذيها في المكاتب والمعاهد وغيره أنا معاك رفيك أنا مأكد لكلام متاعك إبو عنها ولكن سكيم يكروه اليوم غضوة مكروم عتا غضوة قدفلة ذيك إذا ما تعملوش إي حاطة إنتي ينجم يتحول لك ما نعرشش نوابه ما تعرش عليه الإشكال الثالث رفيك ولي أنا نحب نجلب الإنتباه ليه الفيديو كيفاش صورت مثالش خلينا نطرحوا سؤال واللي يصور في الفيديو ما كانش من الأجدر إنه يمشي يحاولي بعدك المرأة ذيك على المعلمة وعالطفل الصغير وهل أنه وقت لي صورنا الفيديو رتحنا شوالات عنا العقلية نصور فيديو بش نولي نعمل البعز ينجم يكون زيدا لحماية نفسه والشخص ونجم يكون المدير ينجم يكون معلم آخر لحماية نفسه وشخص المعلمة والشخص المرابية باش ما تخرش لمرأة من بعد تظه براسها بحديدة وتقول حلول يغرز وقتلوني ودخل آية سيدي ما كاكتا عمت خافوا منها على أنها مرأة من 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 يش يسر فرحان بالفرسيون ذي خاترها مرأة نخاف ولا تتولي تحرشنا وكذا تبق القانون ونطبق القانون مرأة تتضرب خادك مش تقتل صغير تولي تدخل الأمن وعنده الحق باش يميرس عليك عنف القانوني بين ذفرين آآ غادي نجم يكون باش يحمي يروح هو ليسا أنا ديما نرجع وكون راو في الحالات هذية ماذا بيقبل ما تشد التريفون حاول الحالة اللي موجود فيها تصور كانك الدزة اللي دزتها للطفلة الصغيرة هذيكا طاحت جيت على رأسها دوق كانت بكون العواقب أخي دوق ليو خلاصة الأمر خلاصة الأمر أنو مرأة عندها عائلة زادة تحب ولا تكره ما نعرفوش المدارك النفسية بتاعها وكي ما قلت انت يا رفيق راو ما نجموش نعملو التقارير طبي فيه أربع صحة راو ما انت راو ردوا بالنا راو ما نحكموش على العباد راو العباد لي حكمة تشدت وتكتب وتكتب تكتب ما تعرش عليها المرأة نجم تطلع على مريضة دوق ردوا بالنا على بعضنا شويه حتى تخرج لفرسيون وراو ديما نرجع ونقول راو وقت اللي تبدأ الدولة بقصرة الحبس بهوش الحال أنا من الناس اللي قلت لبره المرأة زيزة ما تشوقف ترى وهي موقفة لأنو نحكيه على الجيل كامل اليوم بيش تحطموه التبوريب متاع الأولياء والتسيب متاع اللي ساير في مكاتبنا وفي ليسياتنا ونعدام مسؤولية من الغياب مسؤولية الدولة في بعض النقاط وغيره وغيره دي حاجة ما تنجمش تتسامح فيهم أنا من الناس اللي ديت بهذا ولكن زيدة بيني كلامي على كلام نقابي قال لي راي ريسي ديفيس راي عتديت وتحكمت ستة شهور بالنسبة لي فرضية أنها تكون مرأة مختلة نفسيا ونحلل السباح كانت من عدي ما بتاتا بعد الفليل ولد فرسيون فصباح قمنا ثبتوا لمرأة زي لم تعد تعنيني يعنيني مشروع جيل كامل بشتبني اليوم خليه أولادنا يقراه في أمان وضعية مدارس العومية متاعنا تحشم لمن إمكانيات لمن حتى شيء ما عاش تسألهم بعد شبيهم ماشيين للبريفي ماشيين للبريفي خات المدرسة العومية متاعنا تحشم مقعد فيها كاللي ما عندوش فلوس رفيق على أوليات تقول لانتي تبوري بلا أوليات تبوري بلا أوليات ترا حتى في الازاكتيفيته سبورتيف ترا ولده يكور ويمشي عمل عارك الانترينير شبيك هبط ولدي تقيقة ستين وشبيك ولدي تلحص سبعين ولدي ميسي ولدي مرادون ولدي مظلوم لفم حتى باران ولده يكور ما يقول لك شو والدي مرادون تعمل يمكن الظروف الاختصادية ولد الناس اللي مخنوقة اليو تحب سراء ودها غدوة دكتوراء في درشنو ورونالدو في سقيه وكارباتيتش في ديه ويوسن بولد فجاء معناها يراو في أوليدهم إشابة وات وكتدر هما الحل بش بوده يخرجوا فرصة ثانية فرصة ثانية مش يخرج من الفقر والذنك يعيشين فيه اليوم وحنا نحكي واليوم اليوم وفي إذاعتنا مكتبها قريب أنا يزم عليهم كلب قدم مربع ولدات هزوهم حقا حلمت بكلب يجري وراي حلم يعني أنا نحكي هزوهم هزوهم البصير بشي زرخولهم وكل شي حب يقول نرجع باذا يا ولدي كل مدرسة كل مكتب موجود في تونس يلزم يكون عنده سيره وعنده باب برك يدخلوا منه ويخدوا منه الكل نواعين بالدولة وإفلاسها ونعدام الإمكانيات أو الإكرهات اللي قدامها فهمة أولاوية نعاود ديما نقول كلامي ما تبني ليش ملعب الأولمبي بالمنزة وخلص عساسة يحميه لأولادي في القرية روح تفلت تيح في مكتب ما تسويش ميتين شامبيونز ليج وبوتولة وكأس إفريقيا نتغنىوا بيها مبعد هذي أولويات يا أخي جاري والبلاد بالطريقة هاتي عندي أولادنا مع فماش إمكانيات منجموش يخلصو شهاري منجموش يجيبو عساسة منجموش أوكي نخلقهم أنا ونحيو من حاجة خريق اللي يقعدوا لوكس ملعب كورة سيتا لوكس باركور دو سنتي سيتا لوكس هذو ما أحنا نديو بيهم ولكن كي نرجعوا للواقع كي جينا حوادث كي من هذي ونرجعوا سقينا على القاعة انفيقوا لي نحن هم بابا السوبرماتر لوكس هذو دونك خوية ابداو مصفر شانتي الدولة عودوها الناس اللي كل واحميونا صغارنا يهديكم وصغار الناس اللي تقرفوا لادة في المدرسة العمومية احكينا على الكلب بعد اي والله ذكرت لحلم لحظة زين نجز علي واختفني من رق تفسير انتي تقرأ ابن سيري نخط 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 بالحق يوديت خلص روحك مع العباد خلص روحك مع العباد هو عندك دجازة على البلاتوخ خطيك تواشوف ليش شفت تفسير الاحلم لابن سيري قالك رفيق وجود بعض الاشخاص الذين يحملون مشاعر سلبية تجيصح بالمنام وعليه الابتعاد عنهم والحذر منهم اي 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 والله اي من عرش سقن الله والله اي مع انت لعبات يدي رفيق بدلهم رفيق كذا ما عاديتم من النجم المخرج كله يبعد الواحد مشان هره مخرج اختار كيف معناه بربي هدا التفسير سبعان الله معناه بيت خايفين تصدقوا به يا ودي الحمدولله واحد اي طوى ابعتلي يا أستاذ هذا عم منصف في تفسير الاحلام خل يمكن عندك تابعة هاي والله نجم تكون بربي بربي مسحور معناها من نجم يكون سحرينك الله هو تعالدي وين يحبو يبركو كراب والله والله ديما روش بلحك تدخل عايش كفضلك كراب عليك بيانسي بيانسي ماناستبعت شيا انا ماناستبعت حتى شي كل شي ويت وعندك هذة اللي سيكت وزعم مالطق ينجم يكون هورا هدو ما يمشيو لك السحارة راس هدو هدو يقول يترأس لجنة وعندي ميسيون هرسبت وعليش من فهمت ولكن ربك ستار حليم امين رب العالمين رب يحفظنا الناس كل اخر